السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء متابعي قناة مستر خالد أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة إن شاء الله هنحل نموزج امتحان طبقا لمواصفات الامتحان الحديثة على الوحدة الخامسة لو أول مرة اتبعنا ما تنساش الإعجاب بالفيديو علشان يوصل لك بقيد المراجعات يلا بينا خل نبدأ مع السؤال الأول السؤال الأول معايا choose the correct answer يعني اختار الإجابة الصحيحة يريد يكون معاك ورقة وقلم وتدون الملاحظات لها نحنقولها أثناء الشرح number one بيقول هنا never try to put anything in a ومديني بعد كده اختيارات أول كلمة عندي في الاختيارات اللي هي كلمة wall معناها حائط socket اللي هو المقبس الكهربائي وplug اللي هي معناها الفيشة طبعا never try to put يعني أبدا لا تحاول أن تضع أي شيء فين في الحائط ولا في المقبس الكهربائي ولا في الفيشة طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى عندي اللي هي socket اللي هو المقبس الكهربائي number two turn بعد كده مديني اختيارات off on and the light when you leave a room طبعا أنا عندي حاشتين turn on turn off turn on اللي هي معناها يشغل turn off اللي هي معناها يفصل أو يطفي طيب هنا بجأ مديني الاختيارين هو off on طب يا ترى ايه اللي هيكون فيه مصح نجيب بجيت السؤال بجيت السؤال هنا بيقول لي ايه the light when you leave a room يعني شغل النور لما تغادر الغرفة ولا اطفي النور عندما تغادر الغرفة طبعا هنا الفعل leave اللي هو معناه يترك او ايه او يغادر فطبعا هنا هنختار ايه turn off يعني اطفي النور number three مديني هنا اسماء الاشارة اللي هما zs و zs و zs plumber's tool plumber's اللي هو معناه السباك تمام اه فهنقول هازه تكون ادوات السباك ولا هذا ولا ذلك طبعا هنا لاحظت اني بعد اسم الاشارة عندي R فهن المفروض يكون اسم الاشارة ايه جمع طبعا zs و zs للمفرد فالاجابة الصحيحة تكون عندي ايه zs اللي هي معناها ايه هؤلاء number four all the jobs كل الوظائف are very تكون ايه جدا important ولا boring ولا interesting طبعا كل الوظائف تكون ايه important يعني هامة تمام all the jobs كلمة jobs معناها ايه وظائف number five teachers need to be المدرسين يحتاجوا انهم يكونوا ايه angry ولا mad ولا patient with the students مع الطلاب انهم يكونوا غضمنين ولا مجنونين ولا صبورين مع الطلاب طبعا الاجابة الصحيحة هتبقى عندي patient اللي هي معناها ايه صبور لان كلمة mad معناها مجنون و angry معناها غضبا number six being a male career male career اللي هو ساعي البريد ده كونك ساعي بريد isn't easy ولا hard ولا boring job يعني كونك ساعي بريد تمام انها وظيفة سهلة ولا غير سهلة ولا مملة طبعا هي بتكون وظيفة يا جماعة شاقة يعني ايه مش سهلة تمام فهنا خلي بالك مش is easy هي isn't easy يعني ليست سهلة ليست ايه سهلة تمام number seven زا وبعد كم مديني اختيارات bus driver و blomer و builder takes the kids to school يا اخذوا الطلاب الى المدرسة يا طرى مين ده bus driver اللي هو سواق الوتوبيس ولا السباك ولا عامل البناء بقع عن الاجابة الصحيحة عندي هتبقى bus driver اللي هي معناها سايق الوتوبيس number eight رقم تمانية مديني those with this with that builders are working very hard سأقول لي بقع هنا فيها انت لو لاحظت هنا اساسا يعني بيدون حتى انك تكمل الاجابة في عندك this و that don مفرد ما ينفعش بلك اثنين مفرد مع بعض او اثنين جمع مع بعض لازم بيكون اما مفرد او جمع فانعندي هنا zos فهي zos الاجابة الصحيحة لاني كمان builders هنا جمع فقلت zos builders هؤلاء العمال are working very hard بيشتغلوا بجد شوفوا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هنا معايا read and match هتقرأ وتوصل تمام number one مكتوب عندي a garbage collector keeps our اللي هو جامع القمامة بيحافظ علي بقى number one هتاخد بقى هتختار d اللي هي houses clean and nice يبقى جامع القمامة بيحافظ على منازلنا نظيفة ولطيفة هنختار d اللي هي houses clean and nice طيب number two the bus driver سواق الاتوبيس ما لهم بقى ده ما لهم سواق الاتوبيس ده takes us to school يأخذنا إلى المدرسة فهتختار number a takes us معناها يأخذنا إلى المدرسة number three when you leave a room عندما تغادر الغرفة تمام اي بقى اللي هيحصل لما تغادر الغرفة turn off the lights يعني افصل الكهرباء او اطفل الكهرباء نختار b number four the mechanic workers الميكانيكي يعمل in the repair shop اللي هو في محل التصليح هتختار c او ورشة الصيان او التصليح هتختار c ده اللي هو سؤال الماتش شوفوا السؤال اللي بعده read and check true or false هتقرأ ونشوف هل الاسئلة اللي مكتوبة عندي دي صح والخطأ من القطأ electricity is very important electricity اللي هي الكهرباء is very important مهمة جدا we often waste a lot of electricity نحن غالبا بنضيع الكثير من الكهرباء we have to save electricity احنا مضطرين ان احنا نوفر كهرباء كلمة have to معناها مضطر الى unplugged computers or televisions if you aren't using them معناها اقلع الفيشة او افصل الفيشة بتاعة الكمبيوتر او التلفزيون لو انت مش بتستخدمهم if you aren't using them لو انت مش بتستخدمهم we can use natural lights يعني احنا ممكن نستخدم اللي هي الاضاءة الطبيعية in the day في اليوم اللي هي اضاءة الشمس طيب تعالوا نشوف السؤال الاول بيقول ايه we don't have to save electricity يعني نحن غير مضطرين كلمة don't have to معناها غير مضطر الى save electricity اللي هو توفير الكهرباء طبعا دي اجابة خاطئة نحن 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 نوفر ايه الكهرباء number two we can use natural lights in the day نحن نستطيع ان نستخدم الاضاءات الطبيعية في اليوم طبعا دي اجابة true يعني صحيحة electricity isn't very important الكهرباء ليست هم طبعا ده خطأ لان الكهرباء مهمة جدا نستخدمها في كل حياتنا اليوم بيام we often waste a lot of electricity نحن غالبا بنضيع الكثير من الكهرباء طبعا ايه صح دي اجابة ايه صحيحة طيب نشوف السؤال اللي بعده read and fill in the gaps اقرأ واكمل الفراغات طبعا هم يديني هنا اختيارات زي courier اللي هو جاية مع ساعي البريد ده وميلز اللي هي الاميلات وجوب وظيفة وهبي سعيد طيب زميل نقط is an important to not in local communities كلمة local communities معناها المجتمعات المحلية طب زميل ايه بقى في نمبر واحد هتبقى زميل كارير اللي هو ساعي البريد ميله بقى is an important job وظيفة مهمة in local communities في المجتمعات المحلية people like to get يعني الناس بيحب ان هم يحصلوا ايه بقى get not or receive package mails اللي هي الاميلات يعني الناس بتحب ان تحصل على الاميلات او تستقبل الطرود كلمة package هنا معناها ايه الطرود people feel space when they see the male career الناس بتشعر بايه عندما تشاهد او ترى ساعي البريد طبعا بتشعر بالسعادة اللي هي feel happy يشعرون ايه بالسعادة ده بالنسبة للread and fail on the gaps طيب نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هنا معايا read and reorder يعني اقرأ وعيد ترتيب الكلمات طبعا يا شباب لازم نخلي بالنى في ان اللي بكونه ده يا طرى هو سؤال ولا جملة ازاي يا مستر يعني سؤال ولا جملة اه ما هو لو سؤال بيختلف في ترتيبه والجملة بتختلف في ترتيبها او تكوينها الجملة بيبتديها بفاعل وفاعل ومفعول وهكذا وبتختلف طبعا حسب كل زمن فهنا عندي الجملة الاولى هتبقى these are my friends يعني هؤلاء اصدقائي ليه لان زيس معناها اولى وطبعا دي من اسمال اشارة الجامعة وبتاخد بعديها are وبعد كده ايه my friends طيب السؤال اللي بعده ده سؤال هنا مبدي نيه what اللي هي معناها ما او ماذا وفي does و do with the electrician طيب هنا نخلي بقنا do ده فعل اساسي مش فعل مساعد طب ازاي عرفنا انه هو فعل اساسي لان في does ضز ده الفعل المساعد فهتبقى what does the electrician do يعني ماذا يفعل الكهربائي تمام ده بالنسبة ايه للسؤال طيب بيبقى الجملة الاولى هتبقى these are my friends الجملة التانية what does the electrician do ماذا يفعل الكهربائي طيب المفروض هو مين fixes اللي هو يصلح يصلح هي بقى cars and buses أو buses and cars عادي التنين صح يبقى the mechanic fixes cars and buses اخر حاجة don't ها وعنديني wire with this we use we broken يبقى don't use لا تستخدم لا تستخدم ايه this broken wire هزا السلك المنطول don't use this broken wire نشوفوا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعد طبعا the bank situation هنا مديني mona mona وفي s with all is beautiful طبعا هنا دي s اللي هي apostroph s الملكية فالمفروض ان هي ناكسة هنا apostroph هتبقى هنا mona's doll يعني عروسة لعبة is beautiful mona is beautiful تكون ايه جميل طبعا دي جملة هنحط في الآخر full stop السؤال اللي بعده هنا i هنخليها capital في اول الكلام is the builder building اول وفي الآخر طبعا question mark علامة استفهم لاني ده ايه ده سؤال تمام ده بالنسبة يا جماعة للسؤال اللي هو bank which ايه لو وصلت معنا للنقطة دي بقيت كده مهتم حاسب لك في صندوق الوصف ان شاء الله نسخة من الاسئلة دي غير مجابة حضرتك تقدر تحملها وتجاوبها وتراجع عليها اجاباتك من خلال الفيديو مع تمنياتي بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته